اشتركوا في القناة ورسال إيجابية كل عام أنتم بخير وتغبل لطاعتكم عنوان حلقتنا اليوم سيكون عن الجبال في القرآن الكريم باسمكم مشاهدين الكرام نرحب بإمام وخطيب بزارة واللقاف وعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت الدكتور خالد جاسم الهولي حياك الله دكتور كل عام أنتم بخير حيك بارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تمام إحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل شهر رمضان علينا وعليكم شهر خير وبركة ورشد وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام على وجه يرضيه عنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هو شهر الخير دائما وأبدا فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هؤلاء الباب شيخنا لا شك أنه من خلال هذا الشهر المبارك والله الحمد وأنا ودي أنه شيخنا من خلال هذا العنوان الحلقة لما تكلمنا فيه عن الجبال في القرآن الكريم لا شك أنه من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقة بالتحديد لما نقول للجبال في القرآن الكريم أكيد لها معنى قبل ما نبدأ بمحاورنا قبل ما نبدأ بسئلتنا ودنا تعطينا مقدمة عن الجبال في القرآن الكريم يعني شنو تقصد في الجبال فراءة كريم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الذي يقرأ القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم تناول الجبال في مواضع عديدة تارة يتحدث عن الجبال وما يكون لها في يوم القيامة تارة يتحدث عن أن الجبال نعمة من نعم الله عز وجل على العباد تارة يتحدث أن الجبال تعبد الله سبحانه وتعالى و ما إلى ذلك فالمقصود هو أننا نبحث و ننظر في القرآن الكريم في هذه الآيات و دلالاتها و ما الذي نستفيده من ذكر القرآن الكريم للجبال على هذا النحو بحيث ينعكس هذا على سلوكنا و حياتنا ينعكس على قلوبنا ينعكس هذا على صيامنا ينعكس أيضا على قراءتنا للقرآن الكريم فنقرأ مرة مثلا و جعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم مثلا و نقرأ مثلا في القرآن الكريم و نسير الجبال و ترى الأرض بارزة و حشرناهم فهناك فرق بين هذا و هذا فحتى نفهم و نستوعب ما الذي يشير إليه القرآن الكريم ما الذي يريده القرآن الكريم ما هو الوازع الذي يخلقه القرآن الكريم في نفوس أتباعه في نفوس قرائه حينما يتحدث عن مثل هذه الأشياء هذا هو حديثنا إذن شيخنا من غلال هذه المقدمة الجميلة و الرائعة من حضرتك دكتور خالد أول سؤالي الجبال تعتبر شاهدة على تعنّة الكفار فربنا سبحانه وتعالى المختص في القرآن الكريم الجبال لابد أنه هو دلالة أكيدة من خلال تعنّة الكفار خاصة على موضوع الجبال الشاهدة الحقيقة القرآن الكريم يحدثنا عن وجود الجبال و يحدثنا عن وجود الكفار بين هذه الجبال و كيف أنهم يرون هذه الجبال الشامخات العظيمة و يرون آيات الله عز وجل لكنهم يصرون و يتعنتون و يستكبرون عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى شوف مثلا في القرآن لما يذكر القرآن الكريم قصة نوح عليه السلام كما في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى عن سفينة نوح و هي تجري بهم في موج كالجبال الموج الذي تمشي فيه السفينة كالجبل هذا شيء عجيب طبعا المقصود فيه كالجبل هو ارتفاع هذه الموج أحسنت ارتفاع الموج كارتفاع الجبل الآية لا تنتهي عند هذا و هي تجري بهم في موج كالجبال و نادى نوح ابنه و كان في معزل في مكان منعزل بعيد كأنه متردد يكون مع نوح لا يكون مع ربعه و جماعته و نادى نوح ابنه و كان في معزل يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب في السفينة لأنه ما رح ينجو إلا إلا أهل السفينة كما هو معلوم من قصة نوح عليه السلام قال جواب ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء والله أمرك عجيب والله أمرك عجيب إذا كان الأمواج و هي تجري بهم في موج كالجبال الأمواج كالجبال يعني مه موجة وحدة أمواج مجموعة من الأمواج طيب فأنت تريد تروح فوق جبل طيب إذا نجوت من الموجة الأولى قد تصيبك الثانية و إذا نجوت من الثانية قد تصيبك الثالثة أين عقلك ألا ترى أنك إن ركبت الجبل و صعدت عليه و ارتقيت فوقه لن تصيبك النجاة هذا شاهد على تعنّة الكفار الجبل و الموج الذي كالجبل يشهد على تعنّة ابن نوح هذا قال الله سبحانه و تعالى سآوي إلى جبل يعصيني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال الله و حال بينهما الموج فكان من المغرقين راح انتهى قضي الأمر لم يعد هناك محل لهذا الإنسان الذي رفض أن يركب في السفينة الجبل و الموج الذي كالجبل يشهد على تعنّة هذا القرآن الكريم يحدثنا بذلك شوف مثلا القرآن يحدثنا عن قصة نبي الله صالح قومه ثمود و ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد طيب وين الجبل في هذه القصة قال الله سبحانه وتعالى على الإنسان نبيه الصالح و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بواءكم في الأرض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها صخورة وتنحتون الجبال بيوتها الجبل العظيم تنحته نحت يصير بيت ترى شيء يعني شيء عظيم تنحت الجبل الجبل يقولون اليوم في شيء يسمونه كما لا يخفاك دكتور و لا يخفى على السادة المشاهدين و المستمعين أيضا أنه في شيء يسمونه عوامل التجوية و التعري اللي تمر على الجبل سنوات 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 على شان ينحت الجبل هذا و يتكسر و يتغير شيء من شكله هذول ينحتون الجبال بيوتا يبي يبني بيت بالجبل ما يبني البيت فوق الجبل لا ينحت الجبل ف يصير الجبل بيت السؤال هو من الذي منحك هذه القوة حتى تنحت هذا الجبل الذي منحكه هو الله فلما هذا الاستكبار على الله عز وجل و لذلك الله سبحانه يقول تنحتون من الجبال بيوتا آمنين و كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني أنهم مع هذه القوة وهم يعلمون أن الذي منحهم هذه القوة هو رب العزة جل وعلا إلا أنهم يصرون على التعنت والتكبر على الله سبحانه وتعالى وهذا ترى يفيدنا في شيء صحيح في سلوكنا الحقيقة صحيح ربما أنا أسبقك لا بالعكس السؤال كان عندي هو التكبر لأن الصفة التكبر يعني هذه صحيح يعني صفة جدا سيئة و لعلنا نشوفها يوميا و إحنا في هذا الشهر الفضيل يجب أن الإنسان يغير من نفسه تجاه هذه الصفة أنا أريد أن نتكلم عن التكبر ولكن تسمح لي بعد الفاصل تفضل شهاد الكرام بعد الفاصل إحنا بنتظاركم المخلوق العجيب رغم صلابته إلا أنه يتشقق ويتصدع من خشية الله عز وجل قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء و إن منها لما يهبط من خشية الله و ما الله بغافل عما تعملون و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال إن الحجر لا يقع على الأرض و لو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوه و أنه ليهبط من خشية الله من جديد حياكم الله و مشاهدين الأكرام كل عام و أنتم بخير و تغبى الله طاعتكم شيخنا الغالي إحنا وقفنا في الجزء الأول عن الجبال تكون شاهدة على الكفار و أنت ذكرت قصة سيدنا نوح عليه السلام و أيضا أبنه وقفنا عند موضوع التعنت أو موضوع التكبر و إحنا قلنا دامحنا في رمضان هي فرصة للتغيير فرصة لكل إنسان يقير من نفسه في هذا الشهر الفضيل لو نبتكلم عن صفة التكبر أيضا يعني في صفة التكبر أيضا القرآن يقرنها بالجبل هذا من عجاب القرآن و لطائفة قال الله سبحانه و تعالى وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَةَ شلو أن تمشي مرحًا يعني يمشي في الأرض و هو متبختر يقول المفسرين رحمهم الله أنه يطأ برجله الأرض وطءا عظيما و يتعالى بجسده و بدنه و القصد و لا تمشي في الأرض مرحًا لا تمشي مشية المتكبر على الخلق شوف هذه اللطيفة في القرآن إنك لن تخرق الأرض أنت حين تدوس عليها حيل أنت تحسب تبتخرقها ما تقدر تخرقها الأرض عظيمة جدا في شيء جزية ثالثة إنك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولة مهما تطاولت و ارتفعت و رفعت صدرك ترى من صاير طول الجبل الجبل هذا الجبل العظيم و إحنا يمكن هذا رح نقوله بعد شوي هذا الجبل العظيم يتواضع لله عز و جل و يتكسر و يتهدهد لله عز و جل خاشعا متصدع من خشة الله فعلا هذه الآية التي هي في سورة الحشر آخر آيتين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نعم إذا الجبل يتصدع من خشة الله في هذا القرآن نعم و هذا يعني مثل ما يقولون هذا يعني عودا إلى موضوع التكبر إذا كان الجبل يتصدع من القرآن إذا كان الجبل إذا كنت أنت يا إنسان لو وقفت عند الجبل العفو بس أنا يمكن أرفع رأسي بس عشان الكاميرا إذا وقفت عند الجبل ترفع رأسك يمكن ما توصل إلى قمة الجبل وترجع ترجع ترجع يمكن الطيحة ظهرك ما وصلت إلى قمة الجبل ربما تحيل الغيوم بينك وبين الجبل الجبل كما تفضلت فيما قال الله سبحانه وتعالى رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أنت يا إنسان تسمع القرآن تسمع آيات الله عز و جل و تقول لها الآن ما بي ما بي القرآن و لا بي الصلاة و لا بي الصيام إن شاء الله أن أخواننا من المسلمين الله يتقبل منه و منهم صالح القول و العمل يعني ليس هذا شأنهم لكن هذا موجود في البشر لكن هذا موجود في البشر شيء لا يمكن إنكاره فالقصد أن الإنسان لو شاف هذا و هذا هذا المثال و هذا المثال اللي هو لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا و المثال الثاني خاشعا متصدعا من خشية الله و مجرد نزول القرآن عليه يهتز و يتكسر و يتحطم من الذي يجعله كذلك خشيته لله عز و جل و في شيء في غاية الأهمية و هي أنه كل ما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف و كل ما كان الإنسان بنفسه أعرف كان أكثر تواضعا لله عز و جل و كل ما تواضع الإنسان لله عز و جل رفعه رب العزة جل و أعلا من تواضع لله رفع كما قال نبينا صلى الله عليه و على آله و سلم نعم إذن شيخنا من خلال الجبال لما تكون شاهدة على تعنت الكفار و الآن أتكلم عن محور و هو يعتور من المحاور المهمة في صياق حلقتنا و هو عبادة الجبال هناك جزئية قبل أن أتذكرتها لما تكلمت عن موضوع نحت الصخور أو نحت الجبال و أنت تكلم عنها لأنه قبل فاصل قلت لي شغلة أو خاصة اكتفينها فيها قلنا أن تخرق الأرض و أن تبلغ الجبال أطول نعم إذن الشيخ قال الآن أتكلم عن موضوع عبادة الجبال الجبال سبحان الله العظيم القرآن يحدثنا أن الجبال تسجد لله عز وجل و أن الجبال تسبح لا أن الجبال حتى فيها غيرة على شرائع الله و أحكامه سبحان الله و يحدثنا القرآن أيضا أن الجبال تخاف من الله عز وجل شوف مثلا في سجود الجبال و عبادتها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات و من في الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب الشاهد الجبال الجبال تسجد لله عز وجل طيب ربما يقول القائل يا أخي حين نشوف الجبل ما نشوفه يسجد نعم يسجد كما قال الله سبحانه و تعالى و لكن لا تفقهون تسبيحه هذه واحدة الثانية أن الله سبحانه و تعالى قال في القرآن ألم تروا أن الله سخر لك ألم أو ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين و الشمائل سجدا لله سجدا لله و هم داخرون بمعنى أن الشمس تطلع على هذا الجبل فالجبل و هذه المخلوقات كلها فئ ظلال هذا الظلال هذا الظلال و هذا الفئ هو في حقيقته سجود لله عز وجل أنت تشوف هذه المخلوقات العظيمة و لوقات كبيرة مع ذلك منكسرة لله عز وجل و آية سورة الحج ألا ترى أن الله يسجد له من في السماوات و من في الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب شوف الشاهد و من يهن الله فما لهم مكرم و كأنه الذي يسجد الله عز وجل فقد أكرمه الله عز وجل بالسجود له و الذي يفوته السجود فقد أهانه الله سبحانه 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 و من يهن الله فما لهم مكرم كنا نقول تسبيح الجبال نعم لا بد أن نقول هذه أنا والله شيخ حتى و أنت قاعد تكلم يعني الله تذكر على هذه المشاعر و أيضا على أحيانا بشاهدينك كرام الكلمة ليس فقط نطقها في اللسان الكلمة هي شعور أن تشعره في داخله فما بالك آيات القرآن الكريم لكل إنسان لو يستشعر هذه العبادات أو هذه الآيات ثق تمام بأن حياتنا ستتغير إلى ما لنهاية أنت الآن في شهر رمضان و هي فرصة كبيرة و ذهبية لكل مسلم أن يغير من نفسه حاول أن نستشعر في هذه العبادات شيخ نالغالي نوقفنا على موضوع عندما تكلمت على الجبال أيضا الأمر الذي سأكون معك متوافقين عندما تكلمنا على سورة الحشر و آخر آيتين من سورة الحشر و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أنا أوقف عند كلمة لعلهم يتفكرون إليت لو نشرح شيئا الغالي في ظل سياق يعني نوع أنواع حلقتنا الجبال في القرآن تمام و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون المراد لعلهم يتفكرون في هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل و في سائر أمثال القرآن الكريم و في موضوع آخر و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون فدائما القرآن يستعمل في قضية الأمثال المقصود منها إعمال العقل إعمال الذهن في فهم هذا المثال هذا المثال الآن أو قضية نزول القرآن على الجبل و تصدع القرآن و تصدع أسف الجبل من نزول القرآن يشير إلى عظمة هذا القرآن نعم كون أن الجبل تصدع كونه تأثر هذا واضح يتأثر من القرآن لكن أيضا هو يشير إلى عظمة القرآن الكريم يعني دائما الحقيق الواحد يقول يا جماعة الخير أخواني المشاهدين و المستمعين أخي الدكتور الجبل و هو أصم أبكم حجر ينزل عليه القرآن في تأثر أنت يا إنسان ينزل عليك القرآن أو يقرأ عليك القرآن ما تستشعره ما يحرك فيك شيء أحيانا يعني ربما بعض الناس إذا قرأ الإمام آياتين زيادة يا أخي تقل علينا الإمام اليوم مع أنه يعني مثل ما يقوله هو يقرأ القرآن يعني فالقصد الله يسلمك و الأخوة المشاهدين و المستمعين هو أن الإنسان كلما تفكر في آيات الله عز وجل كلما حركت شيئا في قلبه أحيانا ما يعني ربما الإنسان لا يفهم المعنى ممكن نحن مثل ما يقولون قد يكون الإنسان لا يتحدث العربية و قد يتحدث العربية لكن تكون معاني القرآن عليه صعبة استعن بعد الله عز وجل في كتب التفسير و المعاني و فهي تحرك فيك إذا كان القرآن يحرك الجبال هذا شوه الإنسان يحرك الإنسان طبعا بلا ريب فالقصد أن المسألة تحتاج إلى إعمال ذهن و تحتاج إلى صبر و مصابرة و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا و إن الله لمع المحسنين نعم إذن شيخ ملغالي من خلال هذا المحور و تكلمنا عن فيه عبادة الجبال و أنت الله يتزايا خير شرحنا على الآية في صورة الحشر شيخ ملغالي يعني الأمور كثيرة التي تطرحها و الإحساس واصل من نسبة كلماتك و أيضا المشاعر التي تفيد فيها في هذا البرنامج و أيضا لمشاهدين الكرام أنا أريد أن أتكلم على أمر مهم وهو لحد يعتقد بأن لما أحد يقول لك ترى قلبك من حجر استاني ترى هذا الكلام مصح اللي يقول لك قلبك حجري يعني أنت ما عندك إحساس أنت ما عندك شعور أنت وصلت للمرحلة أن قلبك أصبح ميت الإنسان لما تكون دمعته بعينه ترى هذا مو معناته ضعيف لا والله هو قاعد يستشعر هذه الآيات خياليت أن الراجع نفسنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم هل قاعد تحزنا؟ هل قاعد تحركنا؟ هل إطالة الصلاة قاعد تتأذى فيها؟ إذا أنت حسيت نفسك أن أنت تضايك تعرف أن أنت فيك مشكلة أنا أريد أن تتكلم عن هذه الجزئية الشيخنا القالي لكن تسمح لي بعد الفاصل شاهدين كرام بعد الفاصل نحن بالتباه من جديد تغبى الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير مشاهدينك كرام لا شك أننا في الجزء الأول لما تكلمنا عن مقدمة الجبال في القرآن الكريم وأيضا تكلمنا عن الجبال تكون شاهدة على تعنة الكفار وأيضا تكلمنا عن عباد الجبال وذكرنا بعض الآيات الدالة على أن الإنسان يجب أن يكون خاشعاً لله مثل ما كان الجبل عندما ينزل عليه القرآن فهو خاشعاً لله هذه الآية تكون موجودة في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لأن رأيته خاشعاً أما تصدعاً من خشيت الله شيخنا القالي الآن نتكلم عن موضوع التعنة قبل الفاصل موضوع شدة القلب أو قساوة القلب أو الإنسان في بعض المستانس عندما يقول له أنت قلبك قاسي أو أنت قلبك من حجر هذا الأمر ليس صحيح شيخنا القالي الآن نحن في رمضان وهي فرصة كبيرة أن الإنسان يستشعر عبادات ربنا سبحانه وتعالى فالقرآن قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن بيننا وبين أن عتبنا بهذه الآية بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا أربع سنوات يعني كأن قلوبهم قد غفلت أو قست فعاتبهم القرآن ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما صار لكم الآن الوقت ما حان الوقت أن ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى أن تخشع قلوب ذكر الله وما نزل من الحق في الآية التي تليها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون يعني أن مهما كان قلبك فيه من القسوة والشدة والبعد عن الله عز وجل فإن الله عز وجل كما أحيى الأرض بعد موتها قادر عن أحياء القلوب تعالى الله تغدس قضية التي تفضلت فيها قبل شوي اللي هو يقولون والله فلان قاسي ربما على وجه المدح شوف هذا المثال جاء جاء الحسن أو الحسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من العرابي قال الأقرع بن حابس قال رسول الله تقبلون أولادكم تحب ولدك مع مولده وسبطه عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قال صلى الله عليه وسلم ما أصنع بك إن جعل الله قلبك قاسيا عندك عشرة عيال ما أحبيت واحد أقصد من هذا ومن هذا الحديث أن قسوة القلب ليس شيئا ممدوحا إنما هو شيئا مذموم ومن صورة هذا ترك العطف على من يستحق العطف كالصغار مثلا من صوره أيضا اللي كان المدخل اللي دخلنا عليه إلى قضية قسوة القلب وهو أن القلب ما يتأثر في القرآن ما يتأثر في المواعظ ما يحركه شيء ما يقوده شيء ليسير إلى الله عز وجل هذا في غاية الخطورة الله سبحانه وتعالى يقول فويلوا للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين المسألة خطيرة جدا والله سبحانه وتعالى لما ذكر خبر بني إسرائيل قال ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة هذا على وجه الذنب ليس على وجه المده وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون من الحجارة من يحركها الماء تحركها السيول خشية الله عز وجل تحركها شنو قلبك هذا اللي ما تحركه خشية الله عز وجل تستغرب أحيانا يعني من بعض الناس يرى أنه يعني لم يبقى في عمره شيء كثير العمر كلنا هالشكل العمر يسير 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 فيستشعر هذا الإنسان أنه عمره ما بقى فيه شيء واحد ما بقى فيه شيء كثير ومع ذلك تلقاه يعني من شدة القسوة غافل عن ما سيقول إليه من الذي ينقذك إلا الله عز وجل من لك إلا الله سبحانه وتعالى فالقصد من هذا كله هو ما تفضلت به وهو أن قسوة الحجارة ألانها القرآن نعم قسوة القلوب القرآن يلينها القرآن يلينها ويحطمها ويكسر هذه القسوة حتى يعود القلب إلى الله سبحانه وتعالى دكتور غالي الآن نحن في شهر رمضان لرمضان كلمات أو مسميات عديدة شهر الخير شهر البركة شهر النصر يعني لها مسميات كثيرة لعل شيخ غالي دائما نقول له بأن شهر رمضان هو معسكر فالإنسان يحاول أن يستقل هذا المعسكر بلين قلبه من خلال اللي أنت ذكرته وهو واحد من الأعمال المهمة هي قراءة القرآن لو نبي ننصح على هذا الجزء لأنه في عندي محور نمي تكلم لنا وهي قراءة القرآن في رمضان لا شك أن رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء رمضان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن كما روى عبدالك عبدالله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود و كان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل عام قال صلى الله عليه وسلم وعارضني فيه في هذا العام مرتين العام الذي توفي فيه قال و لا أراه إلا حضور أجلي صلى الله عليه وسلم فرمضان هو شهر القرآن خلنا أخي الدكتور يعني نقول للمستمعين و المشاهدين و المشاهدات و المستمعات الكرام برنامج عملي علشان أنا أقدر أختم القرآن يعني لو إحنا عندنا خمس فرائض في اليوم الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء لو أني بعد كل فرض فرائض جزء معنا ذلك أنا رح أطلع في اليوم خمس أجزاء ستة أيام ثلاثين جزء ستة أيام من ثلاثين رمضان ثلاثين يوم رمضان فرضنا نحن قاعدين نتكلم عن خمس مرات ختمت القرآن إذا أضفت إلى ذلك قد يكون بعض الناس مثلا ما يحسن قراءة القرآن و أنا يقرأ القرآن و كذا لكن أنا صوتي مو حلو و أدي أسمع واحد صوتها لو لو وجدت أن من القراء و الشيوخ و أهل القرآن حسن الصوت تصلي معه في القرآن و تسمع لا شك أن هذا يغير فيك يغير حياتك دائما أقول حق الطلاب عفوا أنا درسهم في الكلية القرآن هو مشروع حياة القرآن ليس شهر القرآن هو الحياة أنك تعيش مع القرآن طول حياتك طبعا أنت تخصد أنه ليس شهر و المقصد ليس فقط في رمضان أحسنت و لكن رمضان نزيد فيه من اتصالنا بالقرآن الكريم لأنه شهر القرآن عطفا على برنامجنا اللي كنا نقول خمس جزء بعد كل فرض مثلا و الله واحد يقول و الله أنا مشغول مثلا ما أقدر جزء نصف جزء صحيح حزب مثلا عشر وراء عشر صفحات عشر صفحات أنت قاعد تتكلم عن نصف الكمية جزئين و نصف معنى ذلك أنت تتكلم عن في يومين خمس أجزاء فمدام كان يقرأ يختم بخمس أيام أو ستة أيام ضعف صارت عشر أيام عشرة أيام مثلا و هكذا قد يكون بعض الفروض فرض المغرب مثلا نبي نصلي الفرض و نروح نتعشى مثلا نأكل فطورنا أو شيء من هذا القبيل أو نستعد لصلاة التراويح و نحو ذلك الجزء هذا اللي أنت ما تقرأ تقدر تقرأه في هذا الوقت خلّه بعد العاصر مثلا خلّه بعد العشاء بحيث مثل ما يقولون أن تكون الخطة مرنة صحيح مرنة في التعامل في عدد الأجزاء و ما إلى ذلك و مرنة في الأوقات المهم في الباب علشان أنت ما يروح عليك الشهر نعم و أن أنت يكون لك برنامج استثمار هذا الشهر ضروري من خلال خطة موضوعة بضبط تسمح أن أخبر فاصل المقارب بشاهدك ربط و من بعدها نواصل إذا كان الحجر الصلب مدح الله أهل خشيته فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون و الذين هم بآيات ربهم يؤمنون و الذين هم بربهم لا يشركون و الذين يؤتون ما أوتوا و قلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون من جديد حياكم والله مشاهدين الكرام تغبر الله طاعتكم كل عام و أنتم بخير شيخنا الغالي وصلنا الآن في الجزء الأخير من البرنامج نعم لا شك أن من خلال الجزء الأول والثاني فتكلمنا فيه بشكل عام عن أهمية يعني قراءة القرآن تكلمنا فيه عنوان حلقتنا وهو الأساسي تتكلم فيه الجبال في القرآن الكريم والله يجزاك خير طرحتنا بعض الأمثال وبعض تعنط الكفار في هذه الموقف الآن شيخ الغالي بتكلم عن جزئين رئيسية الجزء الأول شيخ الغالي لا شك هو الجبال حافظة للبشر الجزء الثاني هو الجبال يوم القيامة لا شك أن لكلاهما خاصية تختلف عن الأخرى أولا شيخ الغالي بتكلم عن الجبال حافظة للبشر الجبال شأنها كما قال سبحانه وتعالى و جعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم تميد تتحرك و نقرأ أيضا في القرآن أن نجعل الأرض مهادا و الجبال أوتادا مثل الوتد كلنا نعرف الخيمة أو تادة التي تربط في طرف الخيمة حبالها الوتد أعلاه أسف أسفله أكثر من أعلاه أطول من أعلاه فما يبين منه الأجزء يسير قد يكون ربعة ثلثة أو شيء من هذا القبيل يربط فيك ما هو معلوم صح حبل الخيمة الله سبحانه وتعالى سمى الجبال أو تاد ما يعني أن الجبال هي التي تثبت الأرض كما قال سبحانه وتعالى أن تميد بهم أي لألا تميد بهم لألا تتحرك الأرض بمن عليها فالجبال هي التي تثبتها الجزئية الثانية و هذا من الأطاع في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قال عن الجبال لم نجعل الأرض مهادا و الجبال أوتادا ما يعني أن الذي في عمق الأرض من الجبل أكثر من الذي في أعلاها و هذا الذي اكتشف في الوقت المعاصر صحيح أن ما في بطن الأرض من الجبل أكثر مما هو أعلاه الأعجب أخي الدكتور و إخواني المشاهدين و المشاهدات مثل ما قلنا قبل شوي أنت لما تشوف الجبل ترفع راسك ما توصل إلى قمته و مع ذلك ما هو أكثر من هذه القمة في أسفل الأرض فأنت تتكلم عن شيء عظيم في الجبال أيضا الله سبحانه وتعالى قال ألم نخلقكم من ما يمعين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا شوف و جعلنا فيها رواسي شامخات شامخ حالي قال سبحانه و أسقيناكم ماء فراتا ماء زلال عذب شنو فائدة اقتران الماء بهذا يقول العلماء رحمه الله أن هذا ليس ليس شيئا خارجا عن الفائدة إنما هو شيء مقصود لأن الماء الزلال يكون في سفح الجبل ينزل من الجبل و يكون في سفحة مثل الأنهار النهر ينزل من الجبل شوف الشلال ينزل فيكون هذا الماء الذي في سفح الجبل هو أعذب أنواع المياه و أطيبها طعما و هذا معنى قبر الله سبحانه وتعالى و أسقيناكم ماء و أجعلنا فيها رواسي شامخات و أسقيناكم ماء أنفراتا فهي حافظة للإنسان حافظة للأرض أن تميد بهم هي حافظة للإنسان حافظة لقوته و طعامه و شرابه و منه الماء و نظائر هذا كثير جدا في القرآن الكريم شهر الزلازل هل تعتبر واحدة من احتزاز الأرض بلا شك أن الزلازل اليوم هي من احتزاز الأرض يعني علماء الجيولوجيا و علماء الأرض يقولون أن الزلازل هي عبارة عن احتزاز في طبقات الأرض هذا يعني مثل ما يقولون ظاهرة في هذا الباب فالأرض تهتز حتى تتحطم الجبال يحدثنا القرآن أيضا عن الجبال فكانت هباء منبثة و في موضع آخر و كانت الجبال كثيبا مهيلة شلون كثيبا مهيلة يعني كأنها كثبان رملي فإذا نزعت منه شيء انهال يعني أنه ذاب كل شيء حطم تكسر يعني العفو مثل أشبه حتى أقرب الصورة شوف لما يصير القسيمة فيها بنيان نعم فيبون الرمل عشان يستخدمونه في البنيان فإذا شلت منه شوي صحيح هكذا كانت الجبال كثيبا مهيلة شيخ غالي احنا وصلنا في الختام كلمتك الأخيرة كلمتي الأخيرة أولا أشكركم على هذه الاستضافة و أدعو الله سبحانه وتعالى لنا و لكم بالقبول و التوفيق و السداد و أختم هذه الحلقة بأن أنصح نفسي و إخواني بالتدبر القرآن الكريم و قراءته و تلاوته حق تلاوته حق تلاوته بحفظ حروفه و حدوده بأن يتلوه الإنسان بحروفه كما أنزله الله و أن يحفظ حدوده و يعتمر بأمر الله و ينتهي عن نهيه و إذا لم يفعل الإنسان هذا في شهر رمضان فمتى يفعله و الله يقول و تزوده فإن خير الزاد التقوى و التقون يا وجل الباب الله أعلم شكرا لك شيخ مغالي و شكرا أيضا و سؤال مشاهدين أصلا الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه و يديم على نعمة الأمن و الأمان مع السلامة